إيه بقى؟ إن الله سبحانه وتعالى لما بيعطيك حاول تستفهم معايا ده لأن ده ممكن يغير حياتك المعنى ده ممكن يغير حياتك إن ربنا لما بيعطي الرزق ما بيعطيش الرزق بس على قد صحبه لكن بيعطي الرزق وجواه رزق تاني اسمه البركة ليه؟ عشان يعطي الرزق وجزء من الرزق ده إن الإنسان كمان يكون من أهل الخير وإن الإنسان كمان يكون عنده حالة من حالات القدرة على أن يتصدق يبقى نرجع تاني نفهم الحديث إزاي طعام الواحد يكفي لاثنين إن طعام الواحد ده ليس فيه كما ولكن فيه نعمة فلذلك كان دايماً أهلنا هنا في مصر بيسموا الأكل إيه؟ وخاصة إن خلص يسمون النعمة يسمون إيه؟ النعمة استسميتهم للأكل والطعام والشراب ولكل الرزق استسميتهم نعمة ممكن يخليهم يقدروا يشوفوا إن الطعام ده يكفي الضعف يعني أنا فاهم كده إن الله سبحانه وتعالى بيقول لنا على لسان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده هذا المعنى الرائق أنا لا أرزقكم أنتم فقط ولكن أرزقك وأرزق أخاك عن طريقك وعشان كده من كان عنده فضل ظهر فلا أعود على من الله ظهر له طب فيه واحد قال له طب أنا ما عنديش فضل قال له مطعام الواحد يكفي الثنين يعني وكأنه بيقول له طب أنا فين نصيبي من الصدقة فين نصيبي من إن أنا أقدر أساعد قال له كله ممكن يقدر يساعد لأن الطعام فيه معنى عميق اسمه البركة فيه معنى عميق اسمه ماذا اسمه سعة الرزق فالطعام ده واسع الرزق وعشان كده لازم من المهم أن يكون فيه إرادة لمشاركة الغير في الخير خصوصا في وقت الأزمات دي عارفين حضراتكم مشاركة في الخير أن يكون عندي أكل يكفيني فأعطي الأخويا معايا وبكده يبقى يبقى منه الكثير يفضل منه الكثير تعالوا نشوف تطبيق عملي كان بيحصل فين في المدينة أول ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة كان الصحابة من الأنصار بيقصموا طعامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك إيه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا كنا جماعة نعمل إيه؟ نجمع طعامنا كله فنجتمع على طعامنا ونذكر اسم الله ربنا يبارك لنا في هذا الطعام آه يبقى الطعام ده مليء بالبركة ومحل للبركة ففكرة أننا نحس بالتضامن ونعيش مع بعض نفس الظروف ويكون قلوبنا على قلوب بعض كلنا دي قيم مهمة جدا 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 ترجمة نانسي قنقر